و أنت تعرف حديث النبي صلى الله عليه و سلم أن الرجل إذا دخل بيته و قال بسم الله قال الشيطان لا ما بيت لكم و إذا أكل و قال بسم الله قال الشيطان لا ما بيت لكم ولا عشا فالجن أي خلق من خلق الله عز و جل موجود سواء كان في كيلو 55 أو في الصبية أو في الكويت أو في البيوت أو في أي مكان آخر فإن الجن موجود يعيش بيننا يعيش بيننا يعني الآن و نحن نتكلم في جن بيننا حقيقة لا نسلم بها قد يكون هنا بيننا الآن و حندنا نتكلم الآن في هذا الاستوديو قد يكون هناك جن و النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل إنسان من البشر معه ملك و معه قرين من الجن إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعانني عليه فأسلم فأنت يا أخي عندك الآن جن و عندك ملك و أنا عندي جن و ملك و الدكتور عنده جن و ملك